موسيقى الحمد لله وبالعالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده إلى يوم الدين وبعد فللأحوال العادية أحكامها وللنوازل أحكامها والطامة الكبرى في انسداد أفق من الله حظ لهم من العلم النافع ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض المسائل من بعض بطون الكتب أو على أيدي قياداتهم التنظيمية ممن لا حظ لهم من العلم الشعي الصحيح ممن لا يستطيعون أن يفرقوا بين فقه الأحكام وقواعد الفقه الكلية وفقه الأولويات وفقه المقاصد وفقه المآلات وفقه النوازل ودون أن يفرقوا بين الكليات والجزئيات أو أن يدركوا معنى الاستحسان أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو ما عمد به البلوى ولم يقفوا عند مراد الشعي في ترتيب الأولويات ونؤكد أن من المقاصد الكلية التي حافظ الإسلام عليها بل كل الأديان السماوية حفظ النفس البشرية فهي من الوصايا العشر في صورة الأنعام التي قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس لم تنسخ في ملة من الملل ولا شريعة من الشائع ولا أي دين من الأديان السماوية فقد أجمعت جميع الأديان السماوية على حرمة وحفظ النفس البشرية ولذلك نجد أن الفقهاء أباحوا للمضطرين إذا لم يجد سبيل الحفاظ على حياته إلا أن يأكل ما يسد عمقه ويحافظ على حياته من الميتة المحرمة شاعا أن يفعل حفاظا على النفس لو كان الإنسان في صحراء مهلكة أو في مكان منقطع وضاقت به السبل ولم يجد إلا الميتة المحرمة شاعا له أن يأكل ما يحفظ الحياة من هذه الميتة لو كان الإنسان في مكان وأصابته غصة أو نحوها ولم يجد ما يحفظ حياته إلا عشفة خمر جاز له أن يأخذ ما يحافظ به على حياته لأن هذه الضرورة والضرورة تقدر بقدرها بل حتى من أكره على الكفر ونطق به حفاظا على حياته يقول الحق سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذن الحفاظ على النفس البشرية التي قال الله عز وجل في شأنها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض سواء كان قتلا مباشرا أم قتلا غير مباشر أم بتعريدها للهلاك فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها من أحياها الإنسان لا يمكن أن يحيي النفس لأن الإحياء بيد الله وحده وإنما حافظ على حياتها حافظ على حياة الناس حافظ عليها من العدوى حافظ عليها من الإصابة حافظ عليها من القتل حافظ عليها من المرض حافظ عليها من المخاطر وفى لها الدواء وفّى لها العلاج وفّى لها الطعام وفّى لها الشراب وفّى للنفس البشرية ما يحافظ عليها من العلاج ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن عرضها للهلاج فكأنما عرض الناس جميعا للهلاج ومن هنا كانت فتوى ضار إفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية وهو ما ندعمه ونؤكده على حرمة تعريض النفس البشرية للمخاطر وحرمة الإصرار على مخالفة تعليمات المؤسسات الدينية بسائر الدول في قضية غلق المساجد والإصرار أو محاولة فتح المساجد بالمخالفة للتعليمات قالت ضار إفتاء المصرية وهو ما نؤكده أنه يحرم مخالفة التعليمات والإصرار على إقامة الجمع والجماعات بالمخالفة وبما يعرض حياة الناس الخطر ومن فقه النوازل أيضا أننا قلنا وما زلنا نؤكد أن إطعام الجائع وكساء العاي ومداوات المريض وتوفير فأس عمل أو مساعدة لمن فقد وظائفهم من العمال التغير المنتظمة أو العمال اليومية أو الأصع المحتاجة أو الأصع الفقيرة أو الأصع الأولى بالرعاية أو المعيلة كل ذلك أولى ألف مرة ومرة من حج النافلة وعمعة النافلة ونناشد كل مؤمن بالله وكل وطني شعيف كأن قد نوى الحج هذا العام أن يخصص ما كان قد جعله للحج لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمضارين من آثار انتشار فيأسكرون العالمي وغيره من النوائب التي تصيب الناس فالساجد قبل المساجد كما يقولون نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة